كتير قوي تبعت لنا رسائل ويمكن حلقة النهاردة كلها من وحي اللي الناس بتبعته واحدة مثلا ممكن تبعت تقول أنا جوزي عمل وعمل 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 هو بنلفز كده واحدة بعدت مرة بتقول هو ما كانش الاية هي بتقول عليه كده ده هو أهله وعيلته أبسط من عيلتي بكتير وأنا وفقت عليه لأنه كان بين أنه طيب فمع الخلافات بعد الجواز بنبتدي وطبعا الجواز ساعد بيبقى فاشل بنبتدي نرجع الأسباب لأنه ما كانش الاية هو كان أقل مني طب إحنا إزاي نتلافى المشكلة دي هل دايما البنت هي اللي تبقى أقل من الراجل اجتماعيا ولو حصل وإنه البنت هي الأعلى اجتماعيا وهم الاتنين مرتبطين العريس سعيد هيتصرف إزاي البنت لو أعلى ممكن يحصل رد فعل سلبي من الراجل يعني ممكن يعملها وحش لعشان نفسيته من جوة تثبت قدام نفسه أنك أنت مش كسراني فيبدأ يعملها بمعاملة مش كويسة ده لو ما كانش سوي نفسيا يعني طبعا لو سوي نفسيا ممكن تعدي لكن مش دايما يعني الأسوياء المريحين دول نسبة ليه القوي صح فالغالبية لازم نتعامل معاهم بالقواعد العلمية إذا كان الفروق الإيجابية لصالح البنت فأنا أعتقد أن الورد هيعملها بطريقة حتى الفروق العلمية هيعملها بطريقة مش مظبوطة ليه؟ لأننا في مجتمع مصر هنا لسه المجتمع لم ينضج بعد كمجتمع عام عشان يبص لنظرة التساوي بين الرجل والمرأة فدايما بيبص على أن الرجل هو سسايد فلازم سسايد يبقى الأعلى علميا أو اجتماعيا فطبعا ده عيب ده ديفو في المجتمع لكن يعني أهو قدينا بنحاول نصلح وندي الأفكار مع الوقت المجتمع هيتغير لكن لحين ما يتغير الحاصل أن لو البنت أعلى الردود الأفعال الراجل ما تبقاش كويسة وحتى لو هو متقبل ده قد سابونا هتلاقي اللي حواليه مش متقبلين يعني ممكن تلاقي أسرتها هي اللي متضايقة منه بتتعامل معاه بطريقة مش كويسة مش متقبلة بتقرنه طول الوقت بقريبهم بأصدقائهم بجرانهم فحتى لو المشكلة مش نبعة منهم هما اللي اتنين من اللي حواليهم لأن الفروق كبير طبعا ومع ذلك في كلام بقى يعني الأم تتكلم هو مش قادر يعملك يا أختي هو ما كان يقدر مش عارف ايه ما كنت يخطي الواد اللي قابله ده كان يقدر ويقدر ويقدر ففي كلام ينكد صحيح فالنهاية تلاقي نسبة السعادة في الحضيد صحيح يعرف علميا يقولوا أن نسبة السعادة 5% بس ده 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 يعني خشي كده عن نت ودوري على حاجة زي كده هتلاقي نسبة 5-7% حاجات يعني حسب الإحصائيات لكن حاجة مش شكرا